ازاي ايكو عاملين ايه جمهورية ابو سلمان حبايب قلبي واهم حاجة عندي النهاردة الفلوك بقى احنا هنبدأ بقى على المكان المنزلي شوية عشان احنا بقالنا كتير او من ازلناش مكان منزلي دي مكانة اسمها رانر ده الهندي الاصلي عشان انت بقوا عارفين ان فيه هندي مش هندي مكانة دي جالي واحدة عينة طبع انت عارفين احنا بنبدأ بالعينة تصوير عايز اقول لكم مكانة صوت عناعي وهجربها لكم دلوقتي وهتشوفوها اعمل لايك قبل ما نبتدي التجربة وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي وانا مش بحب بطلب الحاجات دي بس يعني اللايكات مهمة بالنسبة لي تعرفني ناس قد ايه عجب على المحتوى غير خلي بالكم ان احنا عندنا جمهورية اسمها جمهورية ابو سلمان جمهورية عريقة يعني لو انت اول مرة تدخل القناة او اول مرة حضرتك تدخلي القناة بتاعتي هتعرفي قد ايه ان احنا عندنا جمهور محترم بيدعمنا دايما وفي ظهري دايما وربنا خليكم ليا وعايز اقول لكم بقى وفيه خلي بالكم مغام مرسيدس اصلي بصوا ايه مستعمل كسر الزيرو بكل موديلاته اهو اهو دي النجمة وعندي السنجر الاصلي برضو ايه بصوا والله انا عظيم ولا نضفت ولا اي حاجة باريكم الحاجة بحالتها دي بس زيت كده منسوحة كده متلمعه طيب يا ابو سلمان وارينا التجربة هنجربها دلوقتي نشوف صوتها مكناة جميلة جدا اهو يا جماعة نشوفوا صوت المكناة كده رضاها كويسة ايه تمام ده صوت المكناة اهو مكناة حاجة محترمة زي ما حضراتكو شايفين مكناة سريعة محترمة كرماتورة شغالة ايه خصم 250 لينيه للي هيقول انه شايف الفيديو ده واللي هيعوز مكناة منزلي على المكناة الرانر او السنجر او مرسيدس عايز اقول لكم كمان المرسيدس دي انعم كمان من رانر اللي في ادية واعلى شوية المكناة دي برضو حلوة جدا اهيه اللي هيطلب في شحن محافظات وكمان يا جماعة احنا بنشتري اي منتج يخص مكناة الخياطة يعني سواء مكناة صناعي اللي هيقول لي يا جماعة المكناة اللي وارا المزايد دي نوحها ايه هيبقى ليه شنطة هدية محترمة وعميقة مع اي مكناة ايه اكتبوا لي في الكومنتات دي مكناة ايه اللي انا مخبي اسمها بالمزايد اه وهتاخدوا شنطة هدية كبيرة يعني ضعب للحاجات يعني بدل مسلا ما هتاخدوا مزياتة هتاخدوا اتنين بدل ما اربع مواصيل هتاخدوا سبعة يعني هنزبط جمهوريت ابو سليمان خلي بالكم احنا رجعنا من بعد العيد مش هنبطل ان شاء الله مش هنوقف فيديوهات وربنا يكفينا شهر الناس الوحشة ويبعدوا معننا يا رب وبصوا جماعة في المطورة وجمالها مكناة حلوة جدا جدا اهي مكناة صوت الفيديو ممكن يبقى عالي لكن هي المكناة على الطبيعة ودي الغرزة بتاعتها اهي اه السمكة دي بقى مكناة برازر حدها استاذ جيرجس رجل محترم جدا جدا اخونا مسيحي وحد محترم جدا ومشتركين القناة بسلم عليك يا جيرجس وبشكرك جدا عالكلام الجميل اللي انت قلتهولي اه ونورتني في المعرض وبسلم على كل جمهورية ابو اسلمان وعايز اقول لكم ان احنا في قناة انا اماما في المطبخ استاذة جهان امامتها تعبانة شوية فالف سلام عليها وبسلم على غاو طبخ احمد عادل حبيب قلبي وقناة اه خياطة مامي وقناة بنات ماما في قناة اللي هلوبة كل القناة اللي بتدعمني وقريب جدا خلاص يا جماعة احنا فضلنا اسبوع نبدأ الكورسات في كزا حد هيعلمكم كلهم ستات ها استناكوا اللي عايز الكورس يدخل على وصف بتاع الفيديو ياخد رقم الوصف بتاع ابو سلمان تنسوش يا جماعة يا حد ييجي وقول انا جاي من قناة ابو سلمان يعني انا وصلت المعرض وحطو الكل يافطة دلوقتي وحنا بنتكلم كده هو ومناش اي فروع ومناش دعوة باللي جنبي ده ولا اللي جنبي ده يعني محلين اللي جنبي مني شمال والمين ما لهمش علاقة باية تخلي بالكو لما تيجوا تقولوا احنا جايين لابو سلمان شخصيا وخلي بالكو انا بنزل من الساعة تلاتة العصر لحد الساعة تسعة بالليل يعني الناس اللي هتيجي بدري يتكلمني قبلها عالوقت سنزل لهم مخصوص وده كان فيديو النهاردة عن الماكناة الرانر الماكناة جميلة جدا مكترمة اهو هل بقى لكم بقى بصوا الماكناة مشرفة جدا طيب ما تنسوش زي ما انا قلت الماكناة دي اللي هشوف الفيديو ده بيخصم على الماكناة 250 كمان مش 200 هتنوروني انا بابعاعد على المكتب ورا الشعار بتاع القناة بتاعنا معرض الحج سلمان وخلاص الدرع على وصول استنيكم عشان نحتفل مع بعض بيه عمل لكم فيديو ليه مخصوص كل سنة كل جمهورية ابو سلمان بخير يا رب وانتو اطيب ناس يعني احسن ناس في الدنيا ولما باجا اتكلم عنكم عم بتبرجل شوية سامحوني لو انا بغلط في الكلام جمهورية ابو سلمان انتو ليكو كل الاحترام وبكنلكو كل الاحترام والله العظيم سواء بنات او ستات او حجاجة ستات كبيرة دي من اهم الناس عندي الناس الكبيرة اللي بتدعيلي دايما دي وكل محافظات مصر ما فيش محافظة انا ما اشتغلتش معها وما خدتش منها تعليق يعجب الباشا استنوني بقى الفلوك الجاي ومفاجأت ابو سلمان هتبدأ والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة